بطار محاركة الجريمة بجميع أشكالها واستغلال المعلومات واردة مؤكدة وتحريات تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانة من تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية عبر البحر يتمركز المدبرين الرئيسيين في دولة المغرب على إثرها تم توقف 25 شخص من بينهم 24 شخص من جنسية مغربية من أجل جناية تكوين جمعية أشرار جناية تهريب البشر جنحة القيام بتدابير الهجرة غير الشرعية عبر البحر لعدة أشخاص قصد الحصول على مفاعة مالية جنحة إيواء أجانب بدون رخصة مع حجة قتلت قوارب محركين مركبة نفعية 2 جي بيس بوصلة مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 1725 أورو مبلغ مالي بالعملة المغربية قدره 87 ترهم مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 25800 تر جزائري 17 صفحة بنزين هواتف نقالة سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر